في هذا الفيديو رح نشرح طريقة التخلص من ملف ويندوز اولد عشان نسرع الويندوز ونوفر مساحة اكبر على القرص سلام عليكم وحاولكم شوالله منكم بألف خير معكم واخوكم وحاولة رجالت لكم اليوم مقطع ستوري سنتوري جديد مقطع اليوم مع تخير رح يكون عن ملف ويندوز اولد هذا الملف بيكون على الجهاز لما بتحدث الويندوز مثلا عندك ويندوز 7 رح تحدثت لويندوز 8.1 او حدثت لويندوز 10 او 11 بيضل هذا الملف موجود على جهازك بتكون عليه ملفات الويندوز القديم او ملفات التحديد القديم المهم هذا الملف ضروري جدا انك تتخلص منه عشان توفر مساحة على جهازك زي ما رح تشوفون قدامكم على الصورة هسا يا اخوان المهم قبل ما نبلش لا تنسوا تشترك في قناة يا اخوان زي ما تشوفون قدامكم على الصورة اكبر نسبة مشاهدين في قناتنا مش مشتركين بيشاهدون بس المقاطع ويرحون فاشترك في قناة وفعل زر الجرس واللايك لهذا الفيديو عشان ينتشر ويوصل لأكبر عدد من الناس اولا جماعة الخير رح نروح على تيس بي سي لو بتستخدم ويندوز 10 او 11 رح اوريك الطريقة رح نروح هون على القرص اخوان زي ما تشوفون هون زي ما تشوفون الملف هو هذا ويندوز دوت اول يعني الويندوز القديم نجي هون على البروبريتيز نشوف حجم الملف رح تلاقي ان الملف حجمه جدا كبير تقريبا 15-20 جيجا ممكن يكون حتى 30 جيجا على حسب الملفات اللي كانت موجودة على النظام القديم المهم الملف حجمه جدا كبير 16.2 جيجا بايت في الملف هذا الملف زي ما تشوفون اخوان يوزرز نيجي هون على اليوزرز قيار ادمين ومن هون رح تلاقي جميع الملفات اللي كانت على الويندوز السابق لو بدك ترجع اي ملف على الديسكتوب مثلا تقدر ترجع اي فودر بدك اياه موجودة على الديسكتوب تقدر اترجعه الديسكتوب كمان تقدر ترجع جميع الملفات اللي حملتها على فودر الديسكتوب لو ما بدك اي ملف ما بدك اي شيء من الملفات القديمة تقدر تحذف الملف حدفوا طريقة ازالته جدا سهلة يخوان ايش رح نسوي رح نرجع بالشكل هانا يخوان نروح على الستينج هون على الاعدادات رح نروح لخيار سيستيم هون يخوان وننزل لخيار ستوريج هادا الخيار خيار ستوريج وهون زين بتشوفون هون يخوان بيعمل فحص للجهاز وبيشوف جميع الملفات الموجودة على الجهاز ايش رح نسوي هون خيار ستوريج سينز تقدر اتفعل هذا الخيار ورح يضل يعمل يعني فحص ترقائي بين فترة وفترة ولو في ملفات مؤقتة ومزايدة على الجهازك ما بيحتاجها الجهاز والنظام في اي شيء تقدر انك يتشيلها ويشيلها تلقائيا نيجي هون على ملف وخيار تيمبوراري فاينز نضغط عليه ضغطة هون رح يعمل اسكال للملفات المؤقتة والملفات المش ضرورية الموجودة على الجهاز نعطيه شوية وقت وزين بتشوفون هون اخوان اول خيار اسمه بريفيوز ويندوز انستوليشن هون يعني الويندوز السابق وملفات الويندوز السابق 16.7 جيجا بايت رح نعلم على الملف هذا عشان يتم حدف جميع ملفات الويندوز السابق ونتخلص من ملف ويندوز اولد لما نرجع مثلا على ديس بي سي تلاحظوا ان المساحة 79.4 ديليفري اوپتمايزيشن فاينز تقدر كمان تشيل هذا الملف ملفات الويندوز لا تعلم عليها عشان ممكن تكون في ملفات في خيار الويندوز انت لسه بدك اياها نفس الشيء بالنسبة للريسايكل بين ممكن تكون في ملفات لسه انت بدك اياها موجودة هون على الريسايكل بين فلا تحدفها اشر بس على هاي الخيارات جميع الخيار الملفات المؤقتة وبعدها نضغط على خيار ريموف فاينز زي ما تشوفون قدامكم تقريبا 18 جيجا مايت راح يتم حدف جميع هاي الملفات جميعها ملفات وقتها ونفس الوقت نتخلص من ملف ويندوز اولد ايش راح تسوي هسا بس تستنى لحد ما يخلص ويخلص جميع خطوات حدف الملفات راح ياخدنوا شوية وقت على حسب كل جهازه هو قوة كل جهاز وحجم الملفات كمان الموجودة على جهازك اوكي اخوان بعد ما خلص حدف جميع الملفات اتخلصنا هيك من فولدر وملف ويندوز اولد لما نرجع لقرص سي هون على القرص هون زي ما تشوفون اتزادت وازدادت مساحة القرص هون زي ما تشوفون كانت في الاول اعتقد ايشيو سبعين المهم نروح هنا فولدر ويندوز اولد راح نلاقيه انه مش موجود وتم ازالته بشكل كامل من الجهاز هاي هي الطريقة تثبت على ويندوز 10 او 11 نفس الشي راح تتخلص بها من هذا الملف توفر مساحة اكبر على جهازك وبالتالي بتسري على الجهاز عشان تتخلص من ملفات الويندوز القديم اتمنى تكونوا صفاتكم من الشرح اخوان لا تحرمونا من الشراكاتكم في قناة فعل والزر للزرس لايكات لهذا الفيديو عشان ينتشر يوصل الاكبر عن من الناس انزل تحت لو عندك اي سؤال او استفسار او حبيد بس خلينا اي تعليق عشان التعليقات الكتيرة واللايكات تساعد ان المقطع ينتشر في اليوتيوب ويوصل اكبر عدد ممكن من الناس بضل الشي غير اودعكم عالما ان شاء الله شوفكم في مقطع ستولي سنتوري قادم سلام عليكم اشتركوا في القناة